ولينا من العاصمة الأرمينية مرسلنا محمد الفنيش محمد صباح الخير أنت الآن موجود في العاصمة الأرمينية ما الذي يقال حول تطورات سير المعركة لأن وزارة الدفاع الأذربيجانية تقول أن ثاني أكبر مدنها قصف من القوات الأرمينية نعم زميلة داليا ما شاهدناه وما عيناه خلال الأيام الماضية داخل إقليم ناكورو كرباخ خصوصا في العاصمة ستيب أناكريت التي كانت طائرات الدرون تقصف المدنيين طائرات تابعة للجيش الأذربيجاني والسلطات المحلية هناك تقول أنها مدعومة كذلك من سلاح الجو التركي كان استهداف للمدني على المستوى الرسمي بين الطرفين الكل يدعي انتصاره على الحدود لكن الحدود ممنوعة من طرف المراقبين وصحفيين للوصول إلى هناك لكن ما شاهدنا شاهدنا قصف للمدنيين شاهدنا قصف للصحفيين شاهدنا اعتذاء على سيارات الصحفيين وعلى أماكن الصحفيين وسنوافقكم في تقرير كامل عن هذه الأمور حتى هذه المنطقة التي تشاهدونها داخل إقليم ناكورو كرباخ التي يتم فيها المؤتمر الصحفي هو طابق سفلي سري لا يمكن أن تذهب له بشكل مباشر تأخذك السلطات إقليم ناكورو كرباخ عبر حافلة ويتم تمويه بطريقة معينة للوصول إلى هناك وبالتالي المدنيون في إقليم ناكورو كرباخ خاصة المدنيين يعانون من قصف مستمر خاصة على مستوى الليل البارحة كان هناك قصف عشوائي الجزء الشرقي من المدينة يعاني مدينة أخرى كذلك تعاني الجيش الأذربيجاني قال أنه سيطر على إحدى كبرى المدن ديمتري الشرقية وكذلك بعض القرى واحتفلت العاصمة باكل بارحة بما سمته انتصاراتها لكن هناك جانب سلبي جدا في هذه الحرب كانت الحرب سلبية بكل معطياتها لكن هناك الجانب السلبي الأكبر هو قصف الجيش الأذربيجاني للمدنيين في إقليم ناكورو كرباخ التصريح التي أدل بها الرئيس التركي يوم أمس أريد أن أعود مرة أخرى للتصريحات الأرمينية اللي ربما تكون هناك رد يعني وزارة الدفاع الأذربيجانية تعلن أن ثاني أكبر مدنها قصف هل من رد هل من تصريحات وإن كان الموضوع يتفاعل ماذا في تطوراتها أيضا أرمينيا أعلنت رسميا يعني أن هنا عندما نتحدث عن أرمينيا لابد أن نفصل بين الأرمينيتين الأرمينيا الإقليم إقليم ناكورو كرباخ وإرمينيا الدولة أرمينيا ناكورو كرباخ أعلنت أنها قصفت القاعدة الجوية الموجودة في منطقة كينجيه التابعة لأذربيجان أذربيجان ترى أن الإقليم يدخل في داخل سيادتها وفي داخل أراضيها وهذا ما ترفضه السلطات المحلية في إقليم ناكورو كرباخ هذا الإقليم يعتبر نفسه جمهورية مستقلة بالرغم عدم الاعتراف الدولي به الأرمينيين أو السلطات إقليم ناكورو كرباخ على مستوى الحدود تقول أنها تقصف فقط العسكريين الأذربيجانيين والقواعد العسكرية وأنها تدافع عن نفسها هي ليست في حالة هجوم هي في حالة دفاع بخلاف الجيش الأذربيجاني المدعوم بسلاح الجوية التركي الذي أعتبر نفسه يدافع بهجوم دفاعا عن سيادته على حد تعبيره سنعود إليك دائما زميلي للوقوف على آخر التطورات كنت معنا من العاصمة الأرمينية يريفان مراسلنا محمد الفنيش ترجمة نانسي قنقر